انا مبكرة لما قلت رو خطاب ومواجه مباشرة للوزارة للحكومة لانه خليفة محبش يعني واهة عالبير ومشربش محبش يقول رو سيد رئيسي يماهد لي التحوير وزاري في علاقة بحركة المعتمدين والولات اليوم عندك ستة ولات ناقصين تنظف لها حركة الولات تنظف لها حركة المعتمدين اللي هي التوى يبدو لحان وقتها يعني عملية تحوير سياسي عميق رئيس الجمهورية ما عندوش لا في الاقتصاد ولا في المالي ويبدو انه مش مقتنع اصلا اللي العمل السياسي ركيزاته المسل الاقتصادي مقتنع اللي العملية السياسية او ادارة الدولة بكلها هي عملية سياسية تشريعية بالاساس المشرع على نمط المشرع الانتاع سبارتا لكيرغ هو اللي يتصور كل شيء يعمل كل شيء يعمل مراسيم التشريعات وكذا واقتضى الامر يحور يقوم بتحوير وزيري وعليش سمى حاجز طابية كبيرة بينه وبين الشأن الاقتصادي يحلوا بمسألة واحدة هو التغيير الاعوان المشكلة انه الى حد الان لم ينجح اطلاقا في المسألة ذي شوف بدل وزيرة التجارة ذات يوم من بنت القطاع جيب بوزيرة من قطاع المالية الوضعي اللي فيها نحن اشنا ما عمل حد شيء وزير الفلاحة كيف كيف يعني في نهاية الامر هو ديما في اخر الملاذ يضحي باعوانه وخاصة اللي عنده الورقة اللي خطها بنفسه باعتباره هو الرئيس المؤسس الذي صاغى الدستور وسنه هو فرض حاجة اسمه حكومة الرئيس الحكومة يعين الرئيس ورئيس الحكومة عنده حتى على حتى مجرد باشي شاورها في ايقاطة او تعين وزير حين اذا العملية وهو باش نعطيك زادي مثال ما حبيتش ما يصحقوش تمهيد هذا ما يصحقوش تمهيد كانت عندها اثار مباشرة على الهيئة اليدارية متاع نقابل تعليم سنو لسبب بسيط اللي هو لهو القرار متاع رفع حجب الاعداد كان مربوط بانتظارات الاحزاب اللي واقفوا وراع السلطاشن ممثل في الهيئة اليدارية ممثل الجهات اللي كلهم متحزبين في علاقة بانتظاراتهم السياسية القادمة عندك اربع حزاب من الحزاب الموالية كان عنده تأثير مباشر دائما القطاع ذاك مسيس ونعرف هذا يمليح عنده تأثير مباشر في اتخاذ القرارات لان العملية تور الطبيخة الكلها مربوطة بالافوق متاع حركة المعتمدين حركة الليات والتحويل وزارة القادمة وهذاك عليش قوة كان مقرأة استباقيا ماذا فيما يفكر رئيس الجمهورية